شرال ماضي كنا نحكي عن الترانس ديرمال درج دليفري وعملية امتصاص الدواء عبر الجلد حكينا انه امتصاص الدواء عبر الجلد بيكون على الأغلب بيباسيف ديفوجين بيعتمد على الكنسنتراشن جريدينت الكنسنتراشن جريدينت يعني فرق التركيز ما بين الجهة اللي بنحط عليها الدواء من الجلد والجهة السفلية من الجلد كلما كان هذا فرق التركيز أكبر كل ما كان سرعة تدفق الدواء من خلال الجلد كل ما كانت أكبر فإذن اللي بيحكم عملية تدفق الدواء من خلال الجلد اللي هو Fixed Laws of Diffusion في عنا Two Laws of Diffusion قانونين بتحكموا بعملية تدفق الدواء عبر الجلد Fixed Law, First Law of Diffusion J اللي هي Flux Flux هو المقصود فيها Rate سرعة سرعة مرور الدواء عبر مساحة سطح معين من الجلد السرعة هي كيف منقيسها؟ Milligram per minute مثلاً أو Milligram per second يعني Units of Weight per Units of Time يعني كم كمية الدواء اللي مرت عبر الجلد خلال وحدة زمن عبر مساحة سطح معينة من الجلد يعني لو أخذنا واحد سنتيمتر مربع من الجلد وحطينا عليه الدواء وبعدها نشوفنا كم سرعة عبور الدراج موليكيول عبر الجلد هاي بنسميها Reflex اللي هي J ايش بتساوي؟ Minus D D اللي هي Diffusivity أو Diffusion Coefficient Diffusion Coefficient هو معامل نقدم نعتبره ثابت باعتمد على الدراج موليكيول نوعية الجزي اللي بدي مر من خلال الجلد باعتمد إذن على الدواء إيش هو؟ إذا كان مثلاً ديكلوفيناك أو إذا كان مثلاً إذا كان أي دواء ثاني مثلاً ممكن نحكي نيكوتين سرعة أو خلال نحكي D diffusivity لأي دواء تختلف حسب الموليكيولر ستركتشر لهذا الدواء D برضو بتعتمد على أي طبقة من طبقات الجلد إحنا منطلع عليها هل هي طبقة Stratum Corneum أو طبقة الخلايا الحية اللي موجودة الموجودة بالإبيديرمس أو إذا بنحكي عن الديرمس نفسها كل طبقة من هاي الطبقات D diffusion Coefficient إلها بيكون مختلف فإذا D بتعتمد على الطبقة اللي بدي مر من خلال هالدواء وعلى طبيعة الدواء نفسه بتعتمد برضو على درجة الحرارة فإذا ثبتنا درجة الحرارة بتصير D بتعتمد على المتغيرين اللي هم الدواء وطبيعة الجلد أو الطبقة اللي بدي مر من خلالها الدواء DC by DX هذا اللي هو التغير بالconcentration بالنسبة للتغير بالمسافة التغير بالconcentration بالنسبة للتغير بالمسافة الآن فقط رحين نطلع على التغير بالconcentration بالنسبة للمسافة ببعد واحد فقط لغير يعني إحنا عادة المفروض نتعامل مع الدفوجن بثري دايمينشنز ثلاث أبعاد XYZ الملكيل ممكن يتحرك من الأعلى للأسفل بهذا الاتجاه أو ممكن يتحرك من اليمين لليسار أو ممكن يتحرك بالعمق يعني بالبعد الثالث برضو لكن إحنا فقط الآن رحين نطلع على بعد واحد اللي هو من أعلى الجلد إلى أسفل الجلد من الداخل في بعد واحد اللي هو بنسميه هذا البعد السيني أو DX فإذا نتغير التركيز بالنسبة للمسافة اللي بيقطعها الدوا هذا DC by DX هي الconcentration gradient فإذا نحكي إحنا بالpassive diffusion القوة الدافعة الdriving force for diffusion is the concentration gradient اللي هي DC by DX إذا منلاحظ الفلوكس J الفلوكس J بيساوي D اللي هو constant إذا ثبتنا الدواء والجلد ثابت فD تعتبر constant فمتغير بيصير عنا إيش هو الdriving force اللي هي DC by DX أوكي طيب إذن أوكي إذا منكمل هون المقصود إذن ب fix first law of diffusion اللي هو هاي العلاقة ننتبه هون على علاقة إشارة الماينس هاي إشارة الماينس هاي الإشارة negative هاي ضرورية ليش هاي الإشارة ضرورية لأنه J الفلوكس هي حكينا سرعة ولازم دائما يكون موجب ما بصير تكون الفلوكس قيمتها سالبة ولذلك حطينا الإشارة الناقص هاي الآن الإشي اللي ممكن يطلع ناقص عندنا اللي هو هذا DC by DX الآن إحنا حكينا إنه التركيز مع المسافة رح يقل يعني منبدأ بتركيز فوق الجلد بيكون عالي والتركيز بعدين كل ما قطعنا مسافة أطول داخل الجلد رح يصير التركيز أقل فإذن DC by DX فرق التركيز إذا بنحكي DC أو DC by DX بنقدر شوية نقربها تصير دلتا C على دلتا X بالتقريب دلتا اللي هو القيمة النهائية ناقص القيمة الأولانية فالقيمة النهائية للتركيز بتكون دائما أقل من القيمة الابتدائية للتركيز عندنا يعني فرق النقاط وبالتالي دائما DC by DX بتطلع إشارتها negative تمام لأنه التركيز بالنقطة اللي هي متقدمة أقل من التركيز بالنقطة السابقة وبالتالي الفرق بيناتهم دلتا C رح يكون إيش سالب قيمة سالبة فبتطلع إذن بالتالي DC by DX قيمتها سالبة علشان ما نطلع J قيمته سالبة شو منعمل منضرب كل العلاقة بإشارة minus فبالتالي بيطلع قيمة J positive هاي هو أنا ليش الإشارة negative موجود إذا منطلع على Fix Second Law القانون الثاني لFix Law of Diffusion بيربط لي التغير بالتركيز بالنسبة للتغير بالزمن عند نقطة معينة تغير التركيز بالنسبة للزمن عند نقطة معينة يعني لو إجيت أنا داخل الجل ثبت نقطة معينة ودي أشوف كيف التركيز عندها بتغير بالنسبة للزمن شو بيساوي بيساوي D اللي هي Diffusion Coefficient أو Diffusivity multiplied by Second Derivative المشتقة الثانية للconcentration بالنسبة للمسافة أوكي فإذن من هذور العلاقتين إحنا منقدر نتوصل لعلاقات يعني تفسر لي كيف الدواء بيمر من خلال الجلب من Fixed First Law of Diffusion و Fixed Second Law of Diffusion The Rate of Change The Rate of Change of Concentration with Time at a Point within a Diffusional Field is Proportional to the Rate of Change in the Concentration Gradient at that Point اللي هي هاي العلاقة كيف الconcentration بتغير بالنسبة للزمن عند نقطة معينة داخل عملية الدفوجن وداخل الدفوجن الدفوجن through the skin كيف بتتم عملية انتقال الموليكول of drug من خلال الاسكن طيب للأسف عمالو بيعطيني باقي عشر دقائق على المحاضرة نحاول نكمل فيهم ما رح أعطي مجال الأسئلة للأسف لأنه ما عنا وقت المحاضرة الجاي بكرة نفس الوقت الساعة وحدة إن شاء الله بيعطيكم مجال الأسئلة في بدايتها طيب إذن إذن المعادلتين السابقات هذول استخدمناهم حتى نوجد هاي العلاقة إيش هاي العلاقة dm by dt اللي هو الفلوكس dm by dt نوعا ما يعني هون العلاقة هو مش الفلوكس تماما الفلوكس هون لازم تكون a اللي هي الاريا موجودة هون divided by area يعني dm by dt divided by cross sectional area of diffusion هذا اسمه الفلوكس إذن dm by dt هون هي rate سرعة مرور المادة من خلال الجلد وهاي السرعة تقاس بالمليجرام per minute أو مليجرام per second هاي السرعة تساوي a إذن هون في عندي a ننتبه لها هاي هي cross sectional area of diffusion مساحة السطح اللي بيمر من خلاله الدواء ضرب d d اللي هي diffusion coefficient أو diffusivity ضرب c0 c0 هو الconcentration على الطبقة الأولى من الجلد يعني التركيز على سطح الجلد تقسيم H H هي thickness of the skin يعني هي سماكة الطبقة اللي بدي يمر من خلالها الدواء أو سماكة الجلد إذا بدنا نحكي إذن الآن هاي كل آياتها أمور منقدر نحن نتعامل معها يعني أنا بقدر cross sectional area of diffusion بقدر أقيسها يعني بحط الدواء على مساحة سطح معينة فهاي بقدر أقيسها أنا D diffusivity of skin لأي دواء بقدر بطرق معينة إني أنا أقيسها C0 الانيشي الكنسنتريشن على على سطح الجلد إذن الكنسنتريشن على سطح الجلد هذا بقدر أنا أقيسه برضو بقدر في طرق معينة لقياسه و H اللي هي سماكة الجلد اللي بدي يمر من خلاله الدواء برضو هاي ممكن أن نقيسها إذن كل هاي المعلومات نقدر بقدر أحسب أنا سرعة مرور الدواء من خلال الجلد أو بقدر أعمل علاقة يعني علاقة أرسمها بهالشكل الآن على ال Y-axis هنا هون إذن هاي رسمة بتبين لي كيف التركيز بيتغير مع الوقت إذن هذا for an infinite dose infinite dose بمعنى إنه الجرعة غير منتهي يعني جرعة كمية الدواء فيها كبيرة وبالتالي لم ينتهي الدواء ظلوا مستمر حتى آخر قراءة أخذناها هون ظلت كمية الدواء كبيرة على سطح الجل تمام الآن إذن permeation profile for an infinite dose إذن جرعة كبيرة أو جرعة غير منتهية application to human skin obtained by plotting the cumulative amount per unit area of diffusant diffusant اللي هو الدواء cumulative amount per unit area يعني هون على ال Y-axis عندي الكمية التراكمية من الدواء اللي تم عبورها عبر الجل يعني ممكن أول مثلا ملاحظين هنا فيه تأخير حتى بدأ الدواء يظهر على الجهة الثانية من الجل فممكن نحكي مثلا بعد مرور زمن معين هون صار مار ممكن نحكي مثلا 20 ميلي جرام أو 10 ميلي جرام من الدواء بعد مرور زمن أطول ممكن نحكي هون مار مثلا 20 ميلي جرام من الدواء وهكذا إذن كمية التراكمية اللي مرت من خلال الجلد لجرعة غير منتهية يعني جرعة كبيرة من الدواء Steady State Flux منلاحظ هون هاي المنطقة لما صارت العلاقة خطية ما بين التركيز والزمن هاي المنطقة لما تحول فيها الشكل المنحنى لشكل خطي هاي بنسميها Steady State Area أو Steady State Region Steady State Region أو Steady State Flux is seen when the gradient becomes linear إذن هون صار عندي العلاقة خطية ما بين التركيز والزمن هون بنعتبر إنه صار في عندي Steady State Flux Extrapolation of this line to the time axis gives the lag time إذا عملنا Extrapolation هون بظهر عندي اللي هو اللag time ما هي المقصود باللag time الآن أنا عمالي بقيس التركيز على الجهة الثانية من الجلد يعني الدواء حطوا على سطح الجلد وعلى الجهة الثانية من الجلد عمالي بقيس التركيز وكمية الدواء اللي عمالها بتمر من خلال الجلد وبشوف كم مع الوقت بمر من الدواء في البداية رح نلاقي إنه أنا حطيت الدواء على سطح الجلد لكن أول فترة زمنية ما بيظهر الدواء على الجهة الثانية من الجلد ليش لأنه بده وقت الدواء حتى يعبر عبر الجلد أول موليكولز فحتى تعبر أول موليكولز من الجلد هاي بدها وقت فهذا الوقت من سميل lag time هاي المدة الزمنية بيكون الدواء عماله لسه بعبر طبقة الجلد فهذا lag time نقدر نحنا ننقيسه عبر steady state flux وهاي الريجن بعملها extrapolation برجع على وراء بطلع عندي اللي هو lag time الزمن اللازم حتى يبدأ ظهور الدواء على الجهة الثانية من الجلد أو ممكن نحكي على منطقة الديرمس حسب إحنا شو التجربة اللي عاملينا بنلاحظ هنا عند منطقة steady state flux العلاقة خطية فبقدر أنا أحسب لflux بيكون ثابت إذن هنا steady state flux معناته التغير بالconcentration أو التغير بالamount of drug بالنسبة للزمن أصبح constant يعني dm by dt أصبحت constant بهاي المنطقة dm by dt أصبحت constant تغير بكمية الدواء اللي عبر عبر الجلد بالنسبة للزمن هي قيمة ثابتة بإمكاننا أن نحسبها إذن الفلكس بإمكاننا أن نحسبه من هون بأن نأخذ السلوب مهلان الخط يعطيني اللي هو الفلكس سرعة عبور الدواء حسب هاي الرسمة اللag time أو قبل ما نوصل معادلة اللag time إذن من الميالان بقدر أطلع هذه القيمة dm على a في dt تمام إذن من الرسمة هاي إذن هاي الرسمة أنا تجربة بقدر أعمالها بالمختبر بإمكاني أجيب عينة من جلد ممكن يكون جلد إنسان متوفي يعني خلال نحكي متبرع يعني بجلده للتجارب العلمية أو يعني على الأغلب ممكن يستخدموا animal skin بيحطوا الانيمال skin خلال نحكي بخلية بيكون فيها جهتين جهة منحط عليها الدواء والجهة الثانية منقيس التركيز للدواء اللي بيظهر عنا على الجهة الثانية من الجلد فبتجربة هاي بقدر أنا أعمل رسمة زي هي كيف كمية الدواء اللي بتظهر عندي على الجهة الثانية من الجلد كيف تتغير بالنسبة للزمن من هاي الرسمة بقدر أطلع السلوب من هاي الرسمة بقدر أطلع السلوب السلوب of the line إذن نرجع للعلاقة هاي إذا بتتذكروا العلاقة هاي dm by dt بقدر أجيب a أنا من هون بقدر أجيب a وأعمل ها dm على a dt تساوي dc 0 على h فإذا رجعنا هون الآن dm by على a في dt هاي السلوب هاي السلوب فإذا بقدر أنا أرجع هون أو بصير السلوب يساوي d c0 على h d c0 على h c0 أنا بقدر أعرفها هاي هاي كمية الدول اللي أنا حطيتها على سطح الجلد و h اللي هي سماكة الجلد هاي برضو بقدر أقيسها فمن هاي المعلومات بقدر أحسب قيمة d فإذا هاي الطريقة اللي مقدر نستعملها حتى نقيس d diffusion coefficient للدواء عبر الجلد أوكي الآن نحكي شوية عن partition coefficient partition coefficient يعني هون احنا مستخدمين الرمز p لكن بجوز مر معاك وسابقا الpartition coefficient بالرمز capital letter k k بغض النظر رمز k أو p partition coefficient يساوي c0 على cv إذن أنا ضايل معاي أقل من دقيقة للمحاضرة بكرا إن شاء الله بنكمل محاضرتنا من عند هاي النقطة ونرجع برضو على المعادلات وعالرسمة بوضحها بشكل أكبر إن شاء الله ماشي انتهيك وقت المحاضرة الله